اشتركوا في القناة واسعادة رئيس الامن العام وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية وذلك لاطلاع مجلس النواب على مستجدات الوضع الامني واكدت معالي رئيسة مجلس النواب ان الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وانطلاقا من حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله واشرت معالي رئيسة مجلس النواب الى الدعم النيابي التام والراسق للحفاظ على الامن والاستقرار وحماية المجتمع من كافة الاعمال الارهابية ورفض العنف والتحريض والاضرار بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين مشيدة معاليها بجهود الاجهزة الامنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في احباط العمليتين الارهابيتين ومعربة ايضا عن استنكار وادانة مجلس النواب للحامل الارهابي الذي يسعى لتهديد الامن والاستقرار وتعريضي ارواح الابرياء للخطر مؤكدة دعم المجلس النيابي لاتخاذ الجهات المختصة كافة الاجراءات القانونية والامنية للحفاظ على امن المجتمع وافراده ومؤسساته ومكتسباته واضافت معاليها ان مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبتكاتف شعبها وتعاون سلطتها وتضافر جهود مؤسساتها قادرة دائما على صد الاعمال الارهابية بكل يقاضة وجاهزية ودحر مخططات الفتنة والشر وان المجلس النيابي لن يألو جهدا في تقديم الدعم التشريعي اللازم لمكافحات الارهاب والقضاء عليه واستمرار التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لحماية المجتمع من الاعمال الارهابية وترسيخ الوحدة الوطنية واحترام القانون وضمان السلم الاهلي والامن المجتمعي من جهته اعرب الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية عن شكره لمجلس النواب برئاسة معالي رئيسة المجلس والسادة الاعضاء على مواقفهم الوطنية وما عبروا عنه من تصريحات وإشادة بإحباط الاجهزة الامنية للعمليتين الارهابيتين التي استهدفتا تفجير الجهازين للصراف الالي بتاريخ الثالث من فبراير 2021 منوها معالي الى عدد من المؤشرات التي تعكس الاستقرار الامني الذي تشهده مملكة البحرين وذلك خلال الاجهز الذي تم تقديمه في بداية الاجتماع بشأن العمليتين الارهابيتين الاخيرتين والقضايا التي ترتبط بامن واستقرار الوطن بالاضافة الى الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في اطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا وأكد معالي وزر الداخلية خلال الاجتماع أن ملاف الصيادين يحظى باهتمام ورعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مضيفا أننا نعمل على حصر الأضرار التي تعرض لها الصيادون وتحديد التعويضات اللازمة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وتأمين مصادر رزقهم وأوضح معالي الوزير أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي نعيش فيها مشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بثقة جلالة الملك بشعبه تحمل إرثا عريقا متأصلا بين الشعب وجلالة الملك من خلال المسيرة النييرة المضيئة بالمشروح الإصلاحي الكبير والذي هو عنوان نحو العمل الجاد والمخلص الذي يمنحنا فرصة العمل بثقة وطموح نحو المستقبل مؤكدا أن المواطن شريك أساسي فيما تحقق بشأن جهود حفظ الأمن الأمر الذي يتطلب تحمل المسؤولية الجماعية في حماية الشباب حيث يبقى تعزيز حصانتهم الوطنية أمانة كبيرة إيمانا بدورهم في بناء مستقبل واعد وشدد معالي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحملها كل فرد من خلال العمل بجدية لتحقيق النجاحات الوطنية في مختلف المجالات وتطرق معالي وزير الداخلية إلى ما يتحقق من إنجاز في مراكز الأصلاح والتأهيل والتي تمكنت طوال هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا من المحافظة على الوضع الصحي للنزلاء وحمايتهم معربا عن شكره للقائمين على هذا العمل وملتزموا به من إجراءات احترازية دقيقة وتقديم خدمات متطورة مشيرا إلى أننا نعمل على مدار الساعة لتوفير كافة السبل للمحافظة على سلامة النزلاء من كل النواحي وفي ختم الاجتماع عربت معالي رئيسة مجلس النواب وأصحاب السعادة نائبان الأول والثاني لرئيسة المجلس ورئيسة وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وحقوق الإنسان عن تقديرهم لمعالي وزيرة الداخلية وما اطلعوا عليه من إيجاز تضمن العديد من المؤشرات التي تعكس الاستقرار الأمني